من الحاجات اللي بتقف قصدنا كده علامة استفهام وعلامة تعجب إزاي أتعامل مع ابني أو بنتي في سن المراقل الموضوع بيبقى صعب جدا أن أنا أتعامل مش عارف كنت بتعامل معك كطفلة أقول له هات الكوباية واد الكوباية اعمل سوي لما تروح الحتة الفلاني أعمل كذا حاضر يا بابا حاضر يا ماما بصدف مرحلة من المراحل أقول له يمين يمشي شمال أقول له شمال يمشي مين والدنيا مش مزبوطة خالص إيه اللي حصل للولد إيه اللي حصل للبنت إيه فالتغيرات الشديدة دي أو أدبع عاقب واضرب وعبل في سلوب صعب جدا يمكن بيه أخسر ابني أو بنتي زي أتعامل مع ابني أو بنتي في مرحلة المراقل ده موضوعنا النهاردة بس تسمحوا لي أرحب بضفتي اللي بتشرفني الأستاذ الشرين حنة استشاري المشهورة الأسرية أهلا بحضرتك أهلا بيك نورانا يا فندم ربنا يخليك مرسي في البداية يعني إيه مراحقة مراحقة دي مرحلة عمرية ده التعريف بتاعها أنها مرحلة عمرية بس هي من أشد المراحل اللي فيها تغيرات بتحصل فبيبقى الإبن أو الإبنة في المرحلة دي هو عنده تغيرات جثمانية تعبن منها تغيرات هرمونية تغيرات نفسية تغيرات إن هو حاسس إن هو بقى فاهم كل حاجة مش عاوز سلطة من الأب أو الأمة أو المدرسة دايما ده السن اللي بتكتر فيه المشاكل فهي مرحلة بنسميها إيه زي تنفيد البيت كده يعني حاجة اللي فوق بقى تحت واللي تحت بقى فوق فمحتاجة حكمة جمدة جدا في التعامل ومع الأسف إن دي دايما بقى فيه نقطة مهمة قوي بتعاصر مرحلة عند الأهل المرحلة دي إحنا دايما بنقول كدراسة في مراحل للجواز بيبقى فيها مشاكل يعني مرحلة السنة الأولى مرحلة السنة السبعة مرحلة وجود طفل جديد مرحلة المراقة دي بتتصادف مع مرحلة للأهل اللي هي مرحلة أزمة منتصف العمر فالدنيا بتبقى من هنا ومن هنا مرحلة بقى إثبات النفس للأب كشغل إثبات النفس للأم كشغل فالحكاية كلها بتبقى فيها مشكلة نقدر نقول غربلة نفسية غربلة للبيت وللمراهق وللأب وللأم وأن هما مش مستحملين هما نفسهم كأفراد عندهم مشاكلهم هما لأس بقى بيجي لهم مشاكل الإبن والإبنة دي لو أنت إيه يعني فاكر أن أنت فاهم لا أنت مش فاهم لا إحنا زي ما أنت كنت لسا طفلهم وما مش قادرين يتنقلوا للمرحلة الجديدة فهي دي اللي بتكون صلب المشكلة إيه السن اللي بيبتدي نقدر نقول ابتدى في مرحلة المراهقة أنا عارف دلوقتي أن الدنيا يعني السن كل شوية بينزل تبدر تعملها بتبدر طبعا أنا بفهمها من التغيرات الجثمانية كأم ببقى شايفة التغيرات ببقى شايفة ابني أو بنتي ابتدى يبقى عصبي شوية زيادة عن اللزوم ابتدى يبقى رافض أن هو يقول حاضر طيب نعم لا أنا فاهم ابتدى يقلد أقرانه ابتدى يحس أن لا مش كل حاجة لازم تقولي هل يبقى هي اللي هعملها بس الحقيقة برضو خلييني أقول لحضرتك أن إحنا عندنا إحنا مشكلة كأولياء أمور لازم نعالجها إحنا الأول قبل ما نبتدي نعالج مشاكل ولدنا عندنا حاجة اسمها عيوب إدراك عيوب الإدراك دي أنا بعالجها كأم الأول أو كأب وأم قبل ما بتدي أعالج مع المراهق عيوب الإدراك دي عبارة عن إيه من أهمها هي طبعا هي عادتها كبير جدا بس أهم حاجة فيها الوصم دي من الحاجات المهمة جدا الوصم ده بما معناه إيه ما أبي ديك أقول لابني أنت فاشل ما أنت لجيب نمر وحشة أنت فاشل سيبقى فاشل ما بتدي بقلل منه يعني ده غير أن ما قلل منه أنا بدي له مثلا ابني لديه ف Ergebnis من الكلاب لا دي لديه فHope رأيك Increasing لأ أنت كده تثبت له المعلومة أنت كلاب كل كلمة لأ أنت تكذب علي أنت تحور علي هت buscando كلاب من الذها اللهم هأخضاء حقا لم نعمل إن تقول هذا أكيد هناك أيضا من عيوب الإدراك الجامدة جدا. العدسة المكبرة. اللي هي بما معنى إيه؟ إن أنا ما بشوفش غير الحاجة الغلط. يعني إبقى ابني ده مثلا عملي حاجات لطيفة كتير. طلبت منه كذا طلب تنفذ. أجي في طلب واحد. ما نفذوش. ما أنت عمرك ما بتعملي حاجة. ما أنت عمرك ما مش عارق. كل ده بيضيوا إحباط. حاجة من الحاجات الجامدة جدا. القفز للنتائج. القفز للنتائج بما معنى إيه؟ ما أنت طول ما أنت مش بتذكئ. هتسقط. إبقى أجي دقني هاي. النجحت. أجي دقني لو فلحت. أجي دقني لو فلحت. أجي دقني لو فلحت. أجي مش عارف إيه. كل الحاجات دي بتديله هو. يعني تخيل حضرتك إحنا لو حد بيتعمل معنا إحنا ككبار ناضيجين. بالطريقة دي. أنت هيجي لك رد فعل عنيف جدا. طب أنا مش عاوز بقى أسمع. ومش عاوز أتعامل. الحل بقى إيه في القصص دي كلها؟ أحاول أقرب بحذر. ما خليش أنا لازم عيني تبقى كويس جدا على الولد أو البنت اللي في سن المراقة. لأنه لازم نكون معترفين. هو ما عندوش لسه المقدرة اللي يقدر يميز بيها الصحة من الغلط. حضرتك هو مبارح. مبارح كان معي في مرحلة الطفولة. وبيسمع كلامي وقت زي الفل. وبت زي السكر. وبتسمع الكلام. في يوم وليلة ابتدى يقول لي لا مش هعمل. مش رايح. مش جاي. وبتدى يعندني. ما هي مش هتيجي في يوم وليلة أو يا حضرتك. هو هيبقى لها بوادر. بتبتدي سنة سنة. بتبتدي من زي إيه مثلا؟ أعياد ميلاد. كنت بروح مع ولادي أعياد الميلاد اللي هم فيها. وهما مثلا في ربعة خمسة ابتدائي. بيبتدي من بعد سنة سنة بتبتدائي. لا أنا عاوز أروح لوحدي. لا أنا عاوز أبقى بخرج لوحدي. أنا كأم. أنا خايفة. عاوز عيني تبقى عليه. عاوز أن أنا. هو عاوز استقلالية. هو عاوز استقلالية. عاوز أن هو ما تحضرش دايما تبصت لاي. عاوز ياخد أصحابه وينفرد بيهم لوحده. حتى لو فقطه. كل شوية بقى المفروض كدوري أنا كأم. خلي عينك من غير ما تحسسه أنك بترقبه. لأن الإحساس بالمرقبة ده. هيجيب نتيجة عكسية تماما. خلي دايما هو موجود في إطار أنت شايفه. عشان تبقى برضو حاسس إيه اللي بيشوفه. إيه اللي بيسمعه. مخصوصا دلوقتي. أدوات التواصل الاجتماعي اللي إحنا بقينا فيها دي. دي في منطقة الخطورة. أنا مش عارف هو داخل على إيه. أنا مش عارف هو بيشوف إيه. طيب خليني أكون دايما شغلاء أن هو يكون معي أكبر وقت ممكن بحاجة تجذبه هو. مش اللي تجذبني أنا. يعني مش أن أنا عاود أقوله. أنت ما بتقعدش معي أطول النهار. طيب أخلق له حاجة. أخليه ينفع أن هو يتشد أنه يقعد معي. فأقدر أشوف على العالم بتاعه. جوا إيه. في إيه. طيب. إيه التغيرات اللي أعرف منها أن ابني وصل بسلامة الله لمرحلة المراقعة. طبعا هي التغيرات الجسمانية هي اللي بتبقى باينة أكتر. دي اللي بتبقى البوادر الأولانية طبعا للبنت بيبتدي شكل جسمي يختلف. الولد بيبتدي شكل جسمه دقنه شنبه مش عارف إيه. العصبية أول ما يبتدي يعني يبقى بيطاحن قوي معي كده. مش. أهدي بقى اللعب شوي. يعني ما فيش داعي مع أن إحنا كأمهات بنفخد أعصابنا في ساعات كتير جدا. طبعا يعني إحنا مش ملايكة. وإنت شايف أن ابنك بيغلط. طب إزاي هتسيبه يغلط. ما أنا ما ينفعش أن أسيبه يتعلم من الخطأ في كل حاجة. لا. في حاجات مقبولة وحاجات مش مقبولة. أوصله هو وجهة نظري إزاي بقى. ادي له مساحة يتكلم معاك عشان تعرف إيه اللي جواه. هو إيه الأحاسيس اللي جواه. لأن هو جواه أحاسيس متضربة جدا جواه أحاسيس. زي بركان. يعني هو جواه بركان. فإزاي أعرف أن أنا أدخل في الحتة دي من غير ما أحرقه ولا يحرقني. وإلا هنفقد طريقة التواصل مع بعض. طب إزاي أتواصل. يعني هي جات قالت لي. أتواصل. جات قالت لي. جات قالت لحضرتك يا ماما. أصلا أنا وفي المدرسة. وولد عجبني مثلا. روح تديها الألم على وشها وتقول لها اوعي وشارف العيلة والكلام ده. فتتعامل معها إزاي ماما. أنا أقول لها حرك الواقع. وحركت أقول لنا بقى. لا التعامل الصح يبقى إزاي. التعامل الصح أصاحبها. أصاحبها. أنا أقرب حد ليها اللي هتاخد مخوفهاش. قولي كل اللي عندك. وهسمع. ولازم أكون أنا من جوايا عندي المقدرة على ظبط النفس. إن مهما هسمع. طبعا أنا مش هسمح لها إن هي بتتجاوز بحتة معينة. بس دي هي تيجي منين بقى. تصق فيي الأول. وتصق إن الكلام اللي هي هتقولهولي. ده خصوصا مع البنت الكلام ده. الكلام اللي هي هتقولهولي ده مش هيتلع برانة. وإن أنا هكون أقرب صديقة ليها. هتقدر تديها النصيحة. بدل ما تاخدها من أصحابها. اللي هيبقوا في سنها. فما عندهمش الخبرة زيها زيهم. فأبتدي أسمع منها. قالت لي إن فيه ولد عجبه. طيب إيه المشكلة. بتفكروا إزاي. اتكلمتوا. قلتوا لبعض حاجة. قلت له إيه. قالك أعرف بقى مدى العلاقة دي وصلة لفين. لأ خلي بالك. ما ينفعش مثلا إن العلاقة. وما له يا حبيبتي. إحنا كلنا بنوصل لسن بنحب وبنتحب. بس في السن اللي إنتوا فيه ده. هتبقي محتاجة وقت شوي. ما بقولكيش. ما ما تبقيش معجبة بحد. كلنا ممكن نعجب بحد. بس في حدود. بس إن أنا بقى عارفة إن أنا بتصرف إزاي. أبقى عارفة إن في مجتمع حوالي. إن في ربنا شايفني. أهم من كل حاجة. فأبقى بتصرف بالطريقة دي. طيب لو قيت لها. أنا هقول لأبوكي وأبوكي هتصرف. شوف بقى هنعمل إيه. هقول لأبوكي. الموضوع هيقلب إزاي بقى. أنا ممكن. أنا بيني وبين الأب. أنا كأم. أبقى أبقى أعرف الأب. إنما مش هعرفها هي إن أنا معرفة الأب. ليه بقى. عشان تاخد ثقة أكتر إنها تتكلم. لأنها طبعا بابا ده عنصر. السلطة الممكن يكون بيخوفني ماما شوية قريبة. فما أقول له هاش. بس أنا عشان برضو بقى ضمنا. إن إحنا كأزواج. الحياة بيننا. أنا ماشية بطريقة صح. وهو مسيطر على البيت كرب للبيت. أوكي أقول له. بس أنا هبقى أعرف أجوزي برضو. يعني هو هيبقى بيتصرف إزاي. لو عارفة إن هو راجل عصبي مثلا. وهياخد الكلام ده مني. ومش هيقدر إن هو يسيطر على مفعالاته. وهيقوم مسك البنت تطلطيش وضرب فيها. لا مش من الحكمة إن أنا أقول له. يبقى أحاول إن أنا أتصرف أنا. وحاول إن أنا بقى برجح. أقول لها مثلا. ما توريني فلان ده شكله إيه. وابتدي أقول لها عارف بقى كصحبة. مش كأم. يوعي وابعادي. يوعي يتقربي. يوعي مش عارف إيه. لا مثلا إحنا في النادي. ما تجيبي فلان عرفيني عليه اللي أنت بتقولي أن أنت معجبة بي قوي. من خلال أنا ما تعرفت عليه. هقدر أقول لها. أنا مش بكلم بقى كارتباط. لا ده أنا بكلم كأطفاء. ده يعتبروا نقلين من مرحلة الطفولة لمرحلة نراقة. يعني أنا اللي فهمت من حضرتك إن أنا بتفاهم معها أو بهودها. عشان ما أخسرهاش. عشان ما أخسرش إن هي تروح ترمي. حكوية وترمي مشاكلة عند صحبتها. وغير عند صحبتها. ده فيه العنصر الأهم من كده. في ساعات كتير قوي البنات بيرتبتوا عاطفيا بناس ما تنفعش. لمجرد أنها مش لقية الحنان في بيتها. مش لقية السمع في بيتها. فهتترمي لأول حد بيقول لها كلام كويس. لأول حد بيحاول أنه هو يطبطب عليها. طب ما طبطب أنا عليها وأكسبها. صحيح. بس. فلو أنا طبطبت عليها وعرفت وقدرت أقافها. ما أنا مريت بالمراحل دي قبل كده. كلنا مرينا بمرحلة المراحقة. أحاول بقى أسترجع. أنا كان إيه أكتر حاجة بتضيقني من أمي مثلا. كانت إيه اللي بتعمله. وأحاول أفايد إن أنا أعمل القصة دي مع ولادي. طبعا. أنا عندي إحنا شقتين قصاد بعض. جران. عندنا ولد مراهق هنا وبنت مراهقة هنا. إزاي دول يتعاملوا مع الولد. وإزاي دول يتعاملوا مع البنت. ولا هو ولد بنت مش فرقة. لا طبعا البنت هتكون محتاج أن أنت تكون محوط عليها ومحتضنها شوية. والأم قريبة لها شوية. الولد هيحاول يثبت نفسه في الخارج. ده ده على طول يعني. إنه هم هيحاول. لا أنا ليه صحابي. أنا ليه مش عارف إيه. البنت برضو بعداتنا وتقاليدنا. الدنيا بتبقى ملمومة معها شوية. الأم بتبقى متواجدة معها في أوقات أكتر شوية. إحنا بقى كبتين. يعني ما نحاولش طبعا نحط النار حوي جنب الكابريت. إحنا كعلاقة عائلية أوكي. حال ومفيش مشكلة. بس ما تديش بقى فرصة أن هم مثلا مع بعض طلعين نازلين رايح المدرسة سوى. طلعين نازلين رايحين الدروس سوى. القرب الزيادة ده برضو. خليه تحت عنينة. عشان ما يبقاش أن بعد كده رجع أقول ما. إزاي والدنيا بازت مني والدنيا مش عارف إيه وكده. الولد وقع في مطب وأنا اكتشفته. ودخل على ابنه المراهق. واكتشف أن ابنه دخل على موقع جنسي. ومشكلة كبيرة جدا. هيمسكوا يضربوا. واحد. هيتعامل معه ويكلموا. اتنين. هيعرفوا أنه هو عارف. مش يعرفوا أنه هو عارف. يتعامل إزاي. بيبقى فيه كذا فكرة في دماغ الأب أو الأم لما يكتشف حاجة زي كده. يقولك طب ما مش عارف. يعني أتعامل إزاي. هو أتعامل إزاي. أتعامل بحكمة شوية. يعني أنا هدي حضرتك نموذج. حصل معي أنا. مع ابني. في وقت مراهقة. بس باختلاف. يعني ما كانش موقع جنسي ولا حاجة. كان سجير. أوكي. وأنا قلبي حاسس أنه لا. ابني ممكن يكون جرب. ابني مش عارف إيه. لقيت مرة. سجارة في جيبه. روحت عامل له إيه. خدته له بمنطقة الهدوء. حبيبي دي وقعت منك. بقى خلي بالك من حاجتك وانت ماشي. عارف انت أحرقته كده. وفي نفس الوقت انت مش بتخبط وتلطش. ومش عارف تعمل إيه. لأن هو في الآخر هو حاس على فاكرة. وبتدا يجي بعد كده يبرر لك. وانا دي مرة اللي جربت فيها. وانا دي مش عارف إيه. هنقول على الموقع الجنسي نفس الحكاية. يعني أنا شفت. هل أنا دخلت عليه زبطته. ولا أنا شفتها مثلا من اللاج بتاع الايباد. عرفت يعني بطريقة ما. أبتدي بقى إنما أتكلم في الموضوع بطريقة إيه. مش كل المعلومات اللي بتجيلنا. انت حبيبي دلوقتي كبرت. أنا بتكلم على الولد بقى. انت دلوقتي كبرت. طبعا في حاجات كتير قوي. أكيد انت وصحابك بتتكلموا فيها. أكيد بتشوفوها. أكيد بتعرفوها من خلال العالم اللي حواليك. بس مش كل حاجة انت بتشوفها هي صح. دي بالعكس ممكن تديك معلومة مغلوطة عن حاجة تبوز لك حياتك في حتة معينة. أنا موجودة. لو محتاجت قولي. قولي كده. وشوف يمكن أفيدك. لقيت برضو إن هو مش بيستجيب. بس هو لو ولد. ماما تتكلم معا أكتر في الجزئة دي. بطبع مثالي دي في الجزئة دي بابا أكتر. بس لازم بابا يكون إلى حد ما يعني هادي. يعني بابا لازم يكون عنده كده صبر. ماش بابا الهادي ده خالص. لا صدقني فيه. لا صدقني فيه. في يعني بابا الهادي ده ما ما تقوله إحنا اكتشفنا كذا. فحاول ان انت تتكلم في الموضوع ده. وتفهم أبعده إيه. بس فهي هتيجي الحكاية بالطريقة دي. لقيت بقى مرة واثنين أنا عملة لما حكده من بعيد وما فيش. أجي بقى أقول له أنا عاوز أتكلم معاك في موضوع مثلا. أنا شفت كذا. خلينا بقى مبشرين. هيقول إيه. لا ده مش اللوجب تايم. أنا ولا أبوك مثلا هندخل على الكلام ده. صحيح. بس فهي بتبقى لها درجات كده. بس هي محتاجة مننا إحنا. حكمة. صبر صبر. وصلاة. بجد صلاة جمدة قوي. عشان نقدر ربنا يدينا الحكمة. إن الولاد دول ما يضعوش من تحت إدينا. ويبتدوا يدخلوا في حتة. مش هنعرف نرجحهم بعد نقطة معينة. إن صح. بس ما تخليش نصحتك ملولة. يعني اللي هو مش تقول كل ما شوف خلقته. أعمل وأعمل 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 وأنت لازم تصلي وأنت لازم تصلي. وفي حاجة يا فندم. فكرة أن أنا مفضحوش أو مفضحوش. لا مفضحوش طبعا. مفضحوش طبعا. لأن أنا بفضحو وأنا بخسارو. ده حتى أنا عاوز أقول لحضرتك الأكتر. إحنا بنقول كدراسة علمية. حتى الولاد من هم صغيرين. لما يجي يعمل موقف غلط قدام ابني معي وطفل صغير. كسرفوزة في بيت ناس أصحابنا. ما قومش بقى لطش في أنا محرجة. بس أجيبه وبعد كده واخده على جنب. وقول له شايف أنت سببت لي إحراج شكله إيه. أنا دلوقتي في موقف محرج جدا. بص هم بيعملوني أنا إزاي. بسبب غلطتك. صدقني هيبقى هو مش عاوز يعرضك للموقف ده. يعني أنا حصلت مرة معي مع ولادي في المدرسة. وجات استدعتني النظرة. في وقت بقى ما كانوا في المدرسة. وقعدت وجهت لي كلام شديد جدا. أنا يمكن الكلام اللي قلته ليه بني وقتها. قلت له أنت شايف أنت سببت الماما. شايف الإحراج اللي أنت سببته لي. عمر ما حد تكلمني كده. عمر ما حد أحراجني كده. هو من نفسه. بقى مش عاوز يحط مامته في الموقف ده. غير ما كنت مسكته وضربه وطلتيش وإهانة وإنت فاشل. وبص أنت عامل لي إيه. وإنت مش بيجي من وراء غير المشاكل. وإنت مش عارفة إيه وإنت إيه. هتبص تلاقي هو من نفسه هيكسف. عارف اللي هو اللي أنت بتحرجه بصف الحياة كده. هيكسف. فهيبتدي يقول يعني غير شوية. عدل طريقتك شوية. ابني مثلا في سن المراهق. رد على خاله بطريقة مش لايقة. طريقة مش حلوة. هيتقلق إيه أنا مش عارفة ربي ابني. صحيح. هاجي هروح واخداء على جنب برضو. مش قدام خاله. قوله بس يا قليل الأدب. يلي ما تربتش. يلي لا ما ينفعش. أنا كده كسرته. هاجي بيني وبينه. أنت ينفع التصرف اللي أنت عملته ده. وينفع أن أنت تحرجنا بالمنظر ده. وينفع أن الناس يقولوا. أنا مش عارفة ربي ابني. ترضهالي بالمنظر ده. بتيجي الحكاية كده بقى. صحيح. فهتبص تلاقي الولد. أنت. مش هقولك طبعا إحنا عندنا. واتفضل فيه مشاكل. لأن هو سن سن صعب. بس هنحجمها. هل ممكن. يعني إزاي. بلاش ممكن. إزاي أحترم خصوصية. ابني المراهق. أو بنتي المراهقة. يعني. زي بردو أن أنا مبقاش. يعني. في كل تفصيلة. في حياته. أنا اللي موجود. وأنا اللي بوجه. وأنا اللي بعمل. ودي صح. ودي غلط. وبس. يا وقت. بس. يا وقت. بالضبط. زي ما كنت بعمل معه. هو عنده 3 أو 4 سنين. عارف. دي بقى محتاجة. إيه. قناعة لنفسي أنا. دي حياته. مش حياتي. هو مش ملكي. هو ابني. بس هو مش ملكي. فلازم أدي له المساحة. اللي أنا بنصح فيها. وبقول فيها. وبوجه فيها. وحط عيني من بعيد. بس ما أقدرش أبقى. أنت قلت أنت وصحبك كنتوا عادين مع بعض. أنا سمعت مش عارف إيه. أنت كنت بتكلم مش عارف مين بالتليفون وعملت إيه. ممكن أديها كهنت كده. لو أنا حاسة أن في حاجة خطيرة بتحصل يعني. إنما ما بقاش قحمة نفسي جوه الحياة. في كل تفصيلة. في كل تفصيلة. لأن هو هيجيله وقت. هو كده. هيبتجي يطلع براية. أنت السلطة بتطلع سنة سنة. يعني ما. ما ينفعش. إن أنا لحد ولد ما هيبقى أو شاب بقى بيتجوز. وماما اللي بتدبره حياته. صحيح. بيحصل سدقيني بيحصل. ما هو تجيب تبقى غلطة مين. هي مش غلطة الولد على فكرة. غلطة الأم. غلطة الأم اللي مش يجياله مساحة. يعني الأم طول ما هي مش مدية مساحة. الدنيا مش هتبقى لطيفة. لازم أبتدي على قد السن. أوسع شوية. أوسع شوية. لأن هو هيجيله وقت. بإرادتي. أو بغير إرادتي. هو هيطلع برايدي. سؤال. أنا شايفه بالنسبة لي. إن هو مهم. إن أنا أعرفه. أنا النهاردة. لو عندي أطفال صغيرين. إيه اللي أتعامل معا معاهم. بحيث أن أنا. لما أجي. سن المراهقة. عند ابني أو بنتي. نقدر نعد الفترة دي مع بعض. القرب. الصحبية. الوقت. أديله من وقت. دلوقتي مع الأسف. إحنا بنشوف. حاجات كتير جدا. ولسه كنا شايفينها. كنت مع مجموعة أصحاب. وشايفينها في كافية. بيده الولد أو البنت. آيباد. تليفون. قتلهي. بس بعيد عننا. وخلي وشها. عشان يسكت. عشان يسكت. وأطفال إيه. أربع خمس سنين. ست سنين. ما هي دي البداية. على فكرة هو التربية. بتقف لحد سبع سنين تقريبا. اللي هو اكتسب في السبع سنين دول. هو اللي هيبقى بيمشي بيه. هو ده اللي تغرس. بعد كده. انت مش بتربي. انت بتوجه. صحيح. يعني غرست بقى. ودعي ربنا. ان الغرس ده يطلع في مكانه السليم. ادي وقت. ادي وقت. اسمع. اشترك معه في الحاجات اللي هو بيحبها. مش اللي انت بتحبها. يعني ما جيش أقوله. ايه. تعال انت لازم تتعلم سباحة دي. السباحة دي جامد. ده. أنا كنت. فضيعة في السباحة. أنا سويا. شوفه هو بيحب إيه. ممكن هو مش غير يصباحها خالص. أو سك في الكورة. روح معايا وقعد معايا في الكورة. اي حاجة. نشاط يكون هو اللي عايزه. هو اللي بيحبه. بيرسم. يعني احترم رغبتك. طبعا. هو شخصية منفصلة عني. صحيح. هو مش لانه ابني. فلازم يطلع تبكة اللي انا بعمله. لا. ده حرج بتقول لنا النهاردة. نصايح قد تكون غريبة عننا. ان احنا بنتعامل مع ابني. كأن حاجة التلاجة اللي انا مشتريها. من حق ان انا اعمل اللي انا عاوزه. يقول لك ابني يا ربي زي ما انا عاوز. يعني فكرة. ان ابني مش ملكي. زي ما حرج بتقولي. لا. ابني مش ملكي. هو ابني. وانا مفروض المرتبة الاولى في حياته. هو المرتبة الاولى في حياتي. بس هو مش ملكي. هي مش حياتي. هي حياته. فهو لازم هو اللي يبقى بيختارها. اأهله بقى. ان انا اطلع شخص. يقدر ياخد قرارات صح. تماشي صح في حياته. لان احنا مع الاسف. احنا بنفهم التربية غلط. يعني انا بقول. انا ابني لازم يكون اشتر ولد. هو ايه. ايه. معنى التربية ايه. انه طلع شخص. صالح للمجتمع يعرف يتعامل يتفاعل يكون ناجح يكون راضي عن حياته يعرف يقدم مصاعدة للحوالي يعني أنا مش مخلف كمبيوتر أنه هو لازم يجيب الدرجات النهائية ويطلع فهو أنت عندك شخصية متكملة كده إزاي أعرف الشخصية المتكملة دي أقول أن أنا نجحت كأم لما طلع شخصية عارفة تتعامل مع المجتمع بطريقة طبيعية يكون إنسان ناجح في كل شيء يعني نفسيته ناجحة بالضبط أنا أراكك ناجحا كما أنه نفسك أيضا بالضبط يعني أنه يكون شخصية سوية يعني زي ما بنقول شخصية سوية شخصية صالحة للمجتمع شخصية الناس عارفة تتعامل معاها شخصية قادرة تدي أقدر أغرس فيه أنه ليس كل حاجة لازم تكون بمقابل لا فيه حاجات فيه علاقات فيه حاجة مهمة وهو قاضي على فكرة مش بالكلام وهو يشوفها مني هركحنا بنعول في الكلام في التربية كتير على ماما في البيت بس الكل أب بيشوفنا دلوقتي أو هيرجع يشوف على السوشيال ميديا يشوف التسجيل بتاع الحلقة الأب في حياة ولاده وعايز حتة صغيرة كده الأب في حياة بنته ده أكيد طبعا لأن هي شركة الأب والأم دول هما اللي عملوا الشركة دي في الأول واتحدوا مع بعض وجابوا ولاد هما ما لهمش أي زنب أن أنت جبتهم في الحياة أنت لازم بقى تكون بتتعامل أن أنت الناس دي جبتها فأنت مسؤول عنها زي ما كنا مسؤولين كده وإدينا الإيمان عنهم في المعمودية ده أنت كمان بقى بتكمل معهم للحياة ما فيش حاجة اسمها أنت ده دورك كأم أنا بس دوري أن أنا وفر لكم الفلوس لا هو مش فلوس الأب عمره ما كان فلوس ولا الأب عمره ما كان أنت ده دورك أنت التربية إنما أنا بس وأول بقى ما تبقى في مشكلة مع تربيتك مع أنتش اللي ربتيه صحيح هي دي بقى النقطة لا ادي وقتك افهم بنتك افهم ابنك اللي هما بيعدوا بيها ادي ودين لمرتك لأن هي اللي قاعدة معاهم يعني تقريبا من 24 ساعة وهي اللي بتتعامل افهم فين النقطة اللي هي عاوزك تكون بتصبورت ليها طب حد كان بعث لنا سؤال كده من كام حلقة فاتوا بس ما نحنناش نجاوب عليه بيقول أنا طبيعة شغل إن أنا بسافر بسافر الخليج وبيعود بي يعني بيجي كل سنتين مرة إزاي أكون مهم في حياة ولادي هي طبعا البعد ده مشكلة بس قدام الظروف بتاعت الحياة اللي احنا عايشين فيها ده الراجل بيشوف شغله طب ما هيعمل ايه النقطة بقى إن أحاول يعني مثلا هل هي تقدر تخدهم ليه فترات فترات الأجازة وتروح له بحيث إنهو ما يحصوش إن الأب غريب عليهم ما هو بعد فترة هيحسوا هو غريب بالنسبة لهم وهم غورة بقى إيه اللي بتعملوه ده صحيح بس فيعني حاول نواية طبعا بقى أكتر وقت بقى إن أنا قدر أتصل بيهم طبعا ده أضعف الإيمان يعني بسوشيال ميديا اللي اتصلت بقى ببلاش يعني وعرف بقى أعرف كل حاجة بتحصل في البيت إيه مش لقيني بعيد فأنا مبعد أو مستبعد ده دور الأم بقى هي اللي هتكون اللينك اللي بتوصل للأب اللي مش موجود بقدر الإمكان كل الحاجات اللي بتحصل بحيث إن هم لا حاسين إن ده مش اللي مش حاضر لا هو حاضر حتى لو فيه مشكلة حصلت في المدرسة وهو بيكلمها في التليفون بيكلم بنته بيكلم ابنه يقول له المشكلة الفلانية وصلتوا فيها لإيه عملتوا فيها إيه صاحبك الفلاني عملت يعني يحسسوا من هو أنا آه كجسد عايش برا لمجرد إن أنا أقدر أوفر لكو وسائل عيش كريمة بس في نفس الوقت دي بقى دور الأم هي موصلة له كله هيبتدوا هم يوصلوله لا ما ينفعش مثلا نروح المشوار الفلاني لازم نقول لبابا الأول كأنه موجود بالزبط يعني هي تربطهم الأم تربطهم ببابا حتى لو في مشوار صغير التفاصيل الحياتية تفاصيل الحياة الصغيرة دي هي اللي في الآخر بتفرق معنا في حياتنا فخلاص هو بقى مش موجود وإحنا عايشين الحياة كده نقول له نعرفه إحنا بنامي ده النهار ده يا بابا عندنا عيد ملاد فلان جبت له إهدية عملتوا عارف ابتدى حسن اللي هي تفاصيل الصغيرة تفاصيل الصغيرة هو هيتجي من وقته في الوقت اللي هو في هناك والأم هتبقى معرفة الأب ده كل الحاجات اللي هي بتدور هنا على قدر الإمكان يعني طبعا وهما يبتدوا بالتبعية لما يشوفوا الأم بتعمل كده والأب بيعمل كده أما هاجي أنا مثلا عاوز أنزل أروح المشوار الفلاني خد إذن باباك لازم تقول لباباك أنت نازل رايح طيب هيرفع عليه سماعة التليفون مش حسس بقى أن أنا خلاص يا ده الراجل ده مش موجود الحمد لله يلا إحنا بقى نعيش الحياة هنا صحيح فهي بتبقى كده أهمية السؤال اللي كنت سألت حوارك أهمية الأب في حياة بنته فرق الأب اللي بيشد ويقول لك عشان البيت تطلع كويسة والأب اللي بيطبطب وعنده حنية وعنده ويدان بتعرف تسمع مشاكل وتسمع حاجات حلوة ويبقى فيه هزار ويبقى فيه دحك ويبقى فيه طبطبة ويبقى فيه حضن هل تعلمي حضرتك أن في الصعيد يعني بعض المناطق يقول لك محضنش بنتي عشان كبيرة يعني معيب فإزاي الأب وأهمية دور الأب في حياة بنته عارف بقى أنا أعرف أهمية دور الأب وأعرف هو نجح كأب ولا لأ أمتى أشوف بنتي وهي جاية بتختار شريك حياتها أو بتختار النموذج بتاع الشاب اللي يعاوزها ترتبط به هي قربت من نموذج الأب ولا لأ مفروض مفروض أن البنت هو ده النموذج بالنسبة لها الأب الاحتواء الحب الحنان التفاهم أنا مش عشان خطر هي بنتي لا دي هي طبع مامتها لا ايه ادخل عالمها يعني ده هي دي يعني عارف اللي هو إيه أنت السند الأول والأخير ليها أنت اللي المفروض ممكن طبعا هو فيه حاجات مش هتقدر تقولها للقبل هي الحاجات اللي ممكن تكون بتكسف مثلا أو كبنت إنما بقية الحياة ما تقدرش تكسف منك تقولك أنا بتتكلم معك في أي موضوع بتتكلم معك في أي حاجة اديها أزام صغيرة سماح حسسها أهميتها ايه هي دي وردة الدنيا دي وردة الحياة بالنسبة لك دي الحاجات دي كلها هتخليها هي ده بابا ومن بعده الطفان حتى لما تيجي بعد كده بابا ده بيقول كلمة أو أنا شايف أن ده اختيار مش مناسب بالنسبة لك هيبقى هي لا مش أنا شايفة كده وهي دي حياتي لا ده بابا اللي دايما بيختار لي الصح ده بابا اللي دايما عاوزني أحسن واحدة في الدنيا بابا اللي قدر يفهمني بابا اللي قدر يحتويني فلا طبعا دي الاحتواء والحب والحضن كل الكلام ده 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 كلام مهم جدا جدا رشيدة حضرتك تقوليها لكل الناس اللي بيشوفونا وفي التعامل مع أولادنا كل يعني تتكاد تكون في كلمة واحدة صحبوهم صحبوهم ادوهم من وقتكو ما تدهمش فلوسه ما تعرفوش هم بيعملوا ايه ما تكونوش يا إما سلطة قامعة يا إما بتدي فلوس عشان تريح نفخها ما إحنا بعد كده هنيجي إحنا ونجبر وهيبقى اللي إحنا بنعمله هو اللي إحنا بنحصده اللي إحنا بنزرعه هو اللي إحنا بنحصده أما زرع دلوقتي إن أنا بدي فلوس عشان رايح نفوخي ومدتش وقت الوقت ده هو أسمن حاجة صحي ممكن أديها لابني أو لبنتي أسمعه أفهم مشاعره أتفهم هو بيعمل كده ليه لو أنا اديته مصاحبة هيصحبني وهيصق فيه بس أثبت له فعلا إن أنا مش بوقعه يعني مش بعمله كده مغرز عشان قاد أنا بداحلبك وطيب وده أنا هروح أقول بقى وهعمل وأسوي واروح أشتكي على صحابك اللي في المدرسة اللي أنت قلت إنهم بيشربوا سجاير ما هيخاف مني أنا كسبت المعركة دي في مرة أو كسبت النقطة دي في مرة بعد كده هيحرم يقولي أي حاجة دي راح تخسرتني صحابي وراح تقلت لمديرة المدرسة عشان تكسبني مش عارف نقطة أو هي تكسب نقطة ما كسب في حقها هي فهي النقطة كلهم صحبوهم قربوهم من نقو ادخلوا لعالم بتاعهم أنا بشكر حضرتك جدا على كل المعلومات القيمة الحديث الشيق مع حضرتك ألف شكر لحضرتك أستاذ الشارين حنة استشار المشهور الأسرارية نورتينا فندق مرسي خالص والتوفيق دايما والتوفيق والإزدهار لقناتك ربنا يخش ربنا يخليك ولسا معيكم هنخرج لفاصل إعلاني ونرجع لمبادرة بتقولك حب بيتك يعني أحب بيتي وزاي بعد الفاصل اشتركوا في القناة